بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ظل تراجع الدور المصري تحاول الإمارات والكيان الصهيوني أن يكون رأس الحرب في المنطقة والقيادة في البحر الأحمر وكذلك منطقة الشرق الأوسط لهذا الحلف الذي تقوده الإمارات مع الكيان الصهيون رغم اعتراض مصري على محاولات تشكيل قوة عسكرية في البحر الأحمر كما جاء في العرب الجديد إلا أن هناك مصادر مصرية مطلعة كشفت عن تحركات تقوم بها الإمارات لدى عدد من الدول المطلة على البحر الأحمر من أجل تشكيل قوة عسكرية وذلك في وقت استقبل في عبد الفتاح السيسي محمد بن زايد في قصر الاتحادية يوم الأربعاء وتم الإعلان في ختام الزيارة عن التوافق بينهما على استمرار التفاهم المتبادل من أجل مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار مجتمعات المنطقة من قبل ما وصفاه بتدخلات خارجية تهدف لخدمة أجندات لأطراف لا تريد الخير لدول وشعوب المنطق هنا يقصدون طبعا التركية ويعتبرون أن الكيان الصهيوني جزء لا يتجزأ من منظومة بن سلمان وبن زايد والسيسي لا شك أن الموازين قد انقلبت وأصبح التطبيع أو العمالة أو الخيانة أصبح شيء طبيعي لهذه الحكومات ولهذه المجموعات كذلك شدد السيسي على التزام مصري بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القوم المصري ولكن الغريب هنا إحنا لما بنتكلم عن تشكيل قوة في البحر الأحمر تريد أن تقودها الإمارات ويقودها الكيان الصهيوني بينما الإمارات لا شبر لها على البحر الأحمر لا يوجد لها أي شبر على البحر الأحمر ومع ذلك تريد أن تكون رائدة وقائدة وأن تقصي الدور المصري وأن تهمشه وتبعده من المنطق وتهدف الإمارات إلى أن تتولى القوة العسكرية التي ترغب في تشكيلها مهم التأمين منطقة البحر الأحمر باعتبارها منطقة مرور للتجارة العالمية بخلاف وجود أهداف أخرى لديها متعلقة بالمخاوف من التحركات الإيرانية ومحاصرة تركيا في تلك المنطقة وكشفت المصادر المطلعة للعرب الجديد أن الإمارات قطعت شوطا كبيرا مع كل من السودان والسعودية وإسرائيل بشأن تشكيل تلك القوة موضحة في الوقت نفسه أن هناك ما يمكن تسميته بالاعتراض المصري على تلك الخطوة في الوقت الراهن وهي الاعتراضات التي حضرت بقوة في حوار بن زايد والسيسي وأشارت المصادر إلى أن الرفض المصري كان كبيرا في مستهل المشاورات الخاصة بتلك القوة بعد مطالب خليجية لمصر بالمشاركة بالجانب الأكبر من عديد العناصر المشاركة في القوة ويعود سبب الرفض المصري إلى أن القاهرة فوجئت بمباحثات جرت بين أبو ظبي وتل أبيب بشأن الوصول إلى صيغة تضمن مشاركة إسرائيل ضمن تلك القوة باعتبرها مشاطئة على البحر الأحمر وأوضحت المصادر أن الإمارات والسعودية اتجاهت بعض الرفض المصري للمشاركة بالقوام الأكبر من القوات إلى التوصل لاتفاق مع الجانب السوداني لتولي هذه المهمة يعني هم عاوزين فقط مصر تقوم بإعطاء أفراد وأنفار لكي تملأ بهم فراغ أما القيادة فتكون لبن سلمان وبن زايد وكذلك نيتنياو وبحسب المصادر فإن القاهرة تخشى من وجود عسكري إسرائيلي رسمي في تلك المنطقة موضحة أن هناك حالة من الغضب في المؤسسات العسكرية الأمنية المصرية جراء الاتفاقات الإماراتية الإسرائيلية ذات التأثير المباشر على مصالح القاهرة كما كشفت المصادر أن المباحثات بين الإمارات والجانب الإسرائيلي في هذا الصدد شملت فرص انضمام إسرائيل إلى تكتل الدول المتشاطئة للبحر الأحمر الذي تم تجشينه في يناير كانون الثاني الماضي في السعودية بمشاركة 8 دول هي السعودية مصر، الأردن، السودان، اليمن، الصومال، إريتريا، جبوتي تحت اسم مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قد زار السودان في 8 ديسمبر الحالي والتقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ووزير الخارجية عمر قمر الدين حيث تناولت اللقاءات بحسب البيانات الرسمية الصادرة، الاتفاقات المبرمة بين الطرفين ويحتوي حوض البحر الأحمر على العديد من الجزر لعل أهمها استراتيجيا بريم وحنيش في اليمن وفرسان في السعودية ودهلك في إريتريا وسواكن في السودان وجوبال وشدوان في مصر وتؤثر جميعها في المجالين الاقتصادي والعسكري من الممكن انضمام الاحتلال إلى تكتل دول البحر الأحمر ويسمح عمق البحر الأحمر بمرور كافة أنواع السفن التجارية بما فيها الناقلات العملاقة وفي اتجاهين بوقت واحد وتتعدد الموانئ التي يمكن أن تقدم الخدمات والتسهيلات البحرية كما يمكن استغلال بعض الجزر اقتصاديا وسياحيا وتسمح تلك الأبعاد والأعماق باستخدام كافة أنواع السفن الحربية سواء سفن السطح أو الغواصات عدى مناطق محدودة سواء لقلة الأعماق أو انتشار الشعاب المرجانية كذلك يمكن استخدام بعض الجزر المهمة والاستراتيجية كمراس من أجل التسهيلات البحرية وهو ما يوضع في الاعتبار عسكريا وتبلغ مساحة البحر الأحمر ربعمية تمانية وتلاتين ألف كيلو متر مربع تقريبا بطول نحو ألف وتسعمائة كيلو متر وأوسع نقطة فيه تبلغ تلتمية خمسة وخمسين كيلو متر أما أخصى عمق ليه فهو الفين متين وداشر متر مع متوسط عمق يبلغ ربعمية وتسعين متر أما الجهات الحكومية التي تشرف على البحر الأحمر فهي هيئات ومؤسسات تابعة لدول مصر والسعودية والأردن والسودان وإسرائيل بذلك متابعين الأعزاء نكون قد وضعنا حضراتكم حول هذا التقرير الخطير جدا والذي يمثل عملية اختراق للأمن القومي العربي والإسلامي بوسطة أبو ظبي أي أن التطبيع الذي تم ما بين الإمارات والكيان الصهيوني ليس تطبيعا عاديا إنما هو تطبيعا استخباراتيا تطبيعا عسكريا يستهدف الدول الإقليمية في المنطقة يستهدف حصار تركيا يستهدف حصار إيران يستهدف كل دول المنطقة وجعل المنطقة كلها تدور في فلك الكيان الصهيوني بواسطة بن زايد وبن سلمان ومن يدور في فلكهم لا شك أن صفقة القرن قد تمت بهذا التطبيع وهذه الهرولة الكبرى وأن ما يتم الآن ما هي إلا نتائج لهذه الكارثة الكبرى التي تحل بالمنطقة العربية والإسلامية لا شك أن محاولة حصار قطر وفرض عقوبات عليها أمريكيا وأوروبيا وأيضا عملية الحصار في البحر الأحمر والحصار في البحر الأبيض ومطاردة تركيا في المنطقة لا شك أن هذه الأمور تجعل من الضرورة بمكان أن يكون هناك محورا إسلاميا مضاد لهذا المحور الصهيوني يتحرك لصالح المنطقة ولصالح العالم الإسلامي متابعين الأعزاء إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشاركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر